الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية قبلة الزوار والسياح قاطنية الإمارة في فصولها الأربع غذير المعيني ينقل لنا التفاصيل في هذا التقرير قطرات دقت باب الصخور والجبال وأحيت ما في جوفها من بعد سنين ومن جذور صغيرة إلى نبتة ترى النور من بعد ما كانت مختبئة في الظلام وها هي اليوم تبلغ رشدها لتزين البقاع الصخرية السمراء وترقص وسط المياه الزرقاء لتشكل لوحات من الجمال رسمت في الشارقة وواحاتها الغناء ففي مدينة خورفكان المدينة الساحلية التي تحيطها الجبال الساحرة مظاهر فرحة بالجمال لم تغب عن أعين السياح والقاطنين فكما تشهد صورة استخدفت المعالم السياحية المسوجة بالطبيعة وجبالها الممزوجة باللون الأخضر الزوار فهنا في سد الرفيصة المعلم الذي يعد رئة للمدينة يتنفس من خلالها الأهالي والسكان والزوار ويستمتع بها الكبار قبل الصغار هواء منعش وجلسات على ضفاف الوديان وسلة مليئة بالفواكه من كل الألوان وصوت خرير المياه صورة سرعان ما تأسر حواسك مع وصولك إلى حديقة شيص إحدى الحدائق الجاذبة للزوار طوال العام والواقعة بين أحضان الجبال الشاهقة والمقدمة الراحة والمناظر الطبيعية الخلابة قبل الخدمات لتصبح مزارا سياحيا بامتياز وها هي كلبة درة الشرق تبهرنا بمناظرها الأخاذة والصورة هنا تعبر عن نفسها ترجمة نانسي قنقر